الحمد لله الحمد لله ذي القوة المتين خلق الإنسان من ثلالة من طين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وشأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وشأن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة تكلمنا في الخطبة الماضية على أهمية مرحلة شباب واليوم بحول الله وقواته سنعرض كيف يحسن الشباب استغلال هذه المرحلة نحن هدرنا على أهمية الشباب في عمر الإنسان هذه المرحلة مهمة وشرحناها ولكن ده بخصنا نبينه للشباب كيفاش يستغلوا هذه المرحلة كيفاش يستغلوا هذه المرحلة فاستغلال هذه المرحلة يتطلب من الشاب أن يستعين بعض الوسائل من هذه الوسائل أن يجعل كل اختياراته مبنية على الدليل والمرحلة الشاب مش يستغل المرحلة دي الشباب دياله كيفس ديما أي حاجة يسمعها يتبين يشوف واش عندها دليل عندها برهان ويبتعدوا فيها عن التقليد الأعمى والعادات تبا الشاب مخصوش يقول أنا جيت القياد والدية كي يديروا هكا جيت القياد جدادي كي يديروا هكا لا سيفكر شوية وحط الأسئلة واستفسر خاصة إذا تعلق الأمر باختيار منهج للحياة فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى هذا المنهج القويم قال تعالى في قصة إبراهيم مع القوم دياله واتلوا عليهم نبأ إبراهيم الله سبحانه وتعالى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام واتلوا يعني يا محمد اتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون شوف الاستفسار ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء شوف القوم دياله قالوا مش كتعبدوا ما تعبدون قالوا نعبدوا أصناما فنضلوا لها عاكفين قال هل يسمعون هذ الأصنام وش كي يسمعوكم هل يسمعون اتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك كيف يفعلون قالوا مش كي يسمعوا وش غد يضروكم هذ الأصنام قالوا ليحنا ألقينا الآباء ديالنا والأجداد ديالنا كي يعبدوهم تحنا رأي عبدناهم يعني عبادة يعني تقليدية عمياء قال لهم إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدم فإنهم عدو لإلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خاطئتي يوم الدين فلنتأمل كيف حاج إبراهيم قومه مبينا المنهج الصحيح هذا هو الاستفسار هناك شيء واحد مثلا أنه ظالم خستبيل له المنهج ديالحياة الحمد لله لأدلة موجودة في القرآن في السنة وكذلك الشاب الشاب هو نفسه سألقي سؤال على رأسه ليس غير حي تلقى الآب والجد يديرو حاجة من اللي تزاد هو كيشون كي ديروها هو يقلدهم لا يريد أن يرى علاج كيفاج شخص شخص جيه كمسي أقل دو ساتتاب كيفير الدولة نفسه الف Things ويقال خلال Passion حئanja كما تعالى شكري ويجع فالما تت decía أل فيه صحية أما أنه يحب أنه سهبر أن يخلصه ما تغيرهم جهربانه مدداً أنه stuffs لسجل هذا المجال يخدمون هذه المجال التحديد الذي لا نهربين لكي تتتعفق على هذه المجال يجب ان يتقلل يجب أن نستخدم العقابات نسيادا يتعلقية تفضل على البقاء التي يتعلقها جيداً على الليل ذات الشخصية نتاتف على أجل بخير 문 وعجبات سوارة عندما يتبقى عقرنا نجاح للمطاط وكمه يجب أن يخفره للمجانة لك أنه يجب أن يجب أن يجب أن يشعر سيطرة سوارة سيكون ce n'est pas parce qu'il a trouvé ses parents, ses grands-parents faire des choses que lui il les reprend d'une manière aveugle sans vraiment comprendre et sans vraiment chercher est-ce qu'il est sur la bonne voie ou pas le Saint-Coron nous a guidés vers cette approche correcte en citant l'histoire d'Abrahim avec son peuple donc Allah il nous rapporte le récit qui s'est passé entre Ibrahim et son peuple et il dit et récite leur là Allah il s'adresse au prophète il lui dit et récite leur la nouvelle d'Abraham la nouvelle d'Abraham quand il dit à son père et à son peuple qu'adorez-vous Ibrahim a.s. c'était un jeune il voyait que son peuple ils adoraient autre chose que Allah et il leur a posé la question qu'adorez-vous ils dirent nous adorons des idoles et nous leur restons attachés Ibrahim a.s. il leur dit vous entend-t-elle lorsque vous les appelez où vous profitent tels où vous nuisent tels qu'est-ce qu'ils font pour vous en fait ces idoles-là ils dirent non mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi voilà ils ont repris des habitudes des coutumes d'une manière aveugle mais ils n'étaient pas sur la bonne voie ils étaient même égarés il dit que dites-vous de ce que vous adorez vous et vos vieux ancêtres et là Ibrahim a.s. il leur dit ils sont tous pour moi des ennemis sauf le seigneur de l'univers qui m'a créé là c'est pour montrer qu'Ibrahim en fait il était convaincu hein il avait fait le bon choix dans sa vie dans sa croyance en croyant à Allah et il montre en quoi ça lui profite déjà en fait cette adoration d'Allah donc il dit que c'est Allah qui m'a créé et c'est lui qui me guide et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire et quand je suis malade c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir puis il me redonnera la vie et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution donc il leur a montré en fait que lui il sait pourquoi il adore Allah et en leur posant des questions eux ils étaient incapables de dire pourquoi ils adoraient leurs idoles de l'éternité de l'éternité de l'éternité فالشيطان بعض المرات لما الشاب لم يكن اشتابت فإنه يهوي به إلى المصائل إلى الزنا وما شبه ذلك فالشاب بشي يقدر أنه يسيطر على الغرائز دياله لابد أنه يتسنط النصائح ديال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان الشاب إلا ما قدرش يتحكم في الغرائز دياله ويتجوج وإلا ما قدرش يصوم لأن الصوم هو بمثابة يعني وقاية للشاب ديال الرسول عليه الصلاة والسلام ديال الرسول عليه الصلاة والسلام ل jungle لأنه من ديال الرسول عليه الصلاة والسلام ليره اشتركوا بأنهم يحصلوا على أكيد لقد استعملوا أصيب المنزل فوق وكم مفتلوا والذي يومي لا يمكنه فهو يومي لأنه يومي لتعاقب لكي يومي لتعاقب لكي يومي هذا هو محلط لكي يومي وقت نهي في حاليا في جنة المصادر الثالثة يومي بيسه باتي صالحة الشب يلا أبغى يعني يمر من هذه أو بهذه المرحلة مرحلة شباب دون أن تزل قدمه فلا بد تكون عنده الصحبة الصالحة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تقول الله وكونوا مع الصادقين الشاب لا يبدو أن يقلب على شباب صادقين وقال تعالى الأخي اللاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يوم القيامة قالوا كالصحابة يكونوا شي عدول شي ولو يكونوا يعرفوا في الدنيا إلا المتقين هم اللي ما ديش يكونوا أعداء لبعضهم لبعض فلي تحرى الشاب أن يصحب الصديقين فإن لم يجد فالصادقين حال من شاب كان مزيان غادي مزيان وإحنا كنت نشاهده شهادات آباء وكل دي كان مزيان بي خير وعلى خير حتى أطلقا معا ودفلان ودفلان الصحبة إخوان كرام إلا كانت شي حاجة اللي خصك تحدي فيها وتأطرد البال وهي الصحبة دي الولادك خصك تشوف معامل كي يتمشو قبل الله أفضل فوت ثم أبتالي ماذا يسمحك تحرير ثم أفضل لتحنان اللي خصك تحدي الدوما افضل بي خانر وثم يسرى خلق يا الهجول اللي خصك تحدي اللي خصك تحدي وإلي الكم يسرى لما يتطلبك الجميع وذكا بالأمر كل الأمر الله يسرى اللي خصك تحدي اللي خصك تحدي ولكن هذا الهذا نملك مجتمع هذا الهذا هو من حدث هو من حدث ومن إذا كنت لكن الله avec sa sagesse il a entouré le prophète avec des compagnons et vous croyez que Allah n'était pas capable d'envoyer le prophète seul sans les compagnons pour propager cette religion bien sûr que nous Allah il est capable mais non il l'a entouré de compagnons pour l'aider dans cette mission c'est pour nous montrer nous aussi dans la vie qu'on a besoin de compagnons personne ne peut suivre à lui-même tout seul on a tous besoin de frères sœurs entre elles et entre eux donc la bonne compagnie ça permet notamment aux jeunes de mieux gérer cette étape combien des fois on a des témoignages des parents qui nous disent mon fils il était vraiment bien il était bien à l'école il était parmi les premiers il allait à la mosquée etc. jusqu'au jour où il a croisé le fils de tel ou tel vous voyez en fait la bonne compagnie ça compte dans la vie donc que le jeune recherche la compagnie des veridiques le plus le plus le plus le plus c'est il y a de l'église il n'y a de l'église de l'église et il n'y a de l'église de l'église de l'église de l'église là je m'adresse aux jeunes il y en a pas que dans cette mosquée là mais dans toutes les mosquées voilà à la luce comme ça mais j'ai pas de statistiques mais je peux vous dire en fait que dans les mosquées au moins le vendredi il y a 80% des jeunes et 20% des anciens y compris dans cette mosquée donc ce potentiel là il faudrait vraiment s'en occuper en fait c'est l'avenir d'abord de soi de nos enfants et ensuite de la Oumna c'est pour cela on fait des prêches de ce genre là pour vraiment les conseiller pour les accompagner dans cette période là qui est vraiment très compliqué aussi c'est la vérité c'est très compliqué pour d'être jeune aujourd'hui avec tout ce qui nous entoure en fait de distraction de haram etc etc donc c'est ce qui est la 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 الشاب لا بد يدخس و يتسنط الناس اللي عندهم خبرة يجي يشوف يقولي عمي انترى معرفك المهم في المسجد هذي سنين الى اخره بغيت نتشاور معك في واحد القضية الى اخر لا بد الانسان يتشاور مع الناس اللي عندهم تجربة اللي عندهم خبرة والله سبحانه وتعالى اشكي يقول لنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انت لما كنت شاب لما كنتش عارف شي حاجة سول ما فيش العيب فالامر بسؤال اهل العلم يتضمن الامر بمشاورة اهل الخبرة فالخبرة علم تجريبي خبرة لا ما فيش شي حاجة غير تقرأها هاك علمون تجريبي شي حاجة ان نزل الخبرة لا ما قرأوش ولكن راهم جربوش يحويش وهذا الشي اللي جربوه كي تسمى علم وقد ورد في وصية لوقمان لابنه سمعوا لوقمان والصود واشنو قال له يا بني يا بني شاور من جرب الامور قال يا ودي تشاور مع شي واحد ليجرب شي حاجة ليجرب شي حاجة تشاور معه فانه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء هو سيعطيك شي فكرة اللي هو تمرت فيها جربها يعني قامت عليه غالي هذه الفكرة هذه التجريبة فانه ويعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه بالمجن هو التعدب على التجريبة يعني تكسبها هذاك ليس الخبرة وغادي جنتها غادي يعطيها لك فابو فابو وولد في الحكمة أيضا أربعة تحتاج إلى الأربع الحسب يحتاج إلى الأدب والصرور يحتاج إلى الأمن والقرابة لابد من المودة والعقل لابد من التجريبة إذا كان عام غير العقل بوعدهم ما يكفيش يجبك تجرب تجربة فلا يستغني الشاب عن مشاورة أهل الخبرة في شؤون الحياة إحنا الحمد لله الناس كبار مجوجين وصابرين والمهم وكي يوقفوه ويطيحوه مع الزمان ومع المشاكيل هم عندهم تجربة كبيرة في هذه الميدان فالشاب يجب أن يأتي يقول لي عن مي المهم أنا أراه شوية نعاني من المشكلة كذا وكذا وكذا كيف تنسعني؟ لا يوجد العيد العودة ما يبقى يتخبط في المشاكل بوعدة كيف يدخل الله سبحانه وتعالى دائرة لا يريد أن يكون لديك أخير يحقق أن يترجم أخير من الأخير يترجم في القيامة تترجم أخير من التحديد في حياتك تحصايا 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 regardez en fait l'okman qui donne en fait des conseils précieux à son fils si vous voulez dire le coran surat l'okman c'est le nom de la surat l'okman vous allez trouver d'autres conseils mais les conseils là en fait ils ne figurent pas dans le coran alors qu'est-ce qu'il a dit l'okman à son fils oh mon fils demande avis à celui qui a essayé les choses quand tu veux demander un avis demande à quelqu'un qui a essayé déjà qui a expérimenté des choses il te donnera son avis sur ce qui lui a coûté cher parce que quelqu'un pour avoir de l'expérience il a payé par son temps par son argent par plein de choses il a payé cher pour acquérir cette expérience et toi mon fils lui il a payé cher et toi quand tu lui demande un avis et toi tu le prends gratuitement regarde l'expérience que tu as pu avoir pendant des années quelqu'un qui vient qui te demande conseil d'ailleurs nous les musulmans c'est un des droits quelqu'un qui te demande conseil tu dois lui donner de la manière la plus sincère donc toi tu as vraiment galéré pour avoir cette expérience lui il vient te poser la question et bien tu lui réponds en fait voilà les jeunes n'hésitez pas ne laissez pas se fausser se creuser entre vous et les gens expérimentés ils vont beaucoup vous aider alors n'hésitez pas à leur demander 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 26 27 27 28 28 29 29 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 39 39 39 39 39 40 39 41 40 42 42 42 43 42 42 43 43 44 44 45 44 44 في نحن 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 من طلب فاستي. Donc c'est pour cela qu'elle est importante cette étape-là. Parce qu'il y a des choses quand on est un peu plus vieux qu'on ne fera plus, qu'on ne pourra plus faire. C'est pour cela que le prophète A.S. il a dit profiter de cinq choses avant cinq autres. Profiter de ta vie ou profiter de ta vie avant ta mort. De ta bonne santé avant ta maladie. de ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta richesse avant ta pauvreté et de ton temps libre avant d'être occupé. L'ensemble des hadiths traite la nature ou de la nature limitée de notre vie et de la façon dont le temps s'écoule. Ce hadith prouve l'importance du temps. A.S. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. هذه اللي غدت نفعنا. التقوى دي الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى والأخيرة التي أريد أن أدرج ها لكم أيها الشباب لاغتنام هذه المرحلة وهي عدم الاتكال على أمجاد الأبداد والأباء والأجداد. الاتكال تقول با كان وجدي كان وعمي كان وإلى آخرين وإنجازاتهم با دار وعمي دار وجدي دار وأنت شنو درتين فقيمة كل شخص هو ما يحسنه لقيمة ديالك مش شنو دار باك وشنو دار عمك وشنو دار خالك ولا جدي لقيمة ديالك هو شنو درتين تق أيها الشاب لا ما يحسنه أباؤه وأجداده وأختم بالقول إن من أهم ما يتعلمه الشاب هو خصائص المرحلة التي يمر بها أحسن ما يتعلم الإنسان في حياته وهي أشنو مرحلة شبه وشنو مرحلة وكيف شيد شعر لقد قمت بهاد الخطاب ونطمئنا الله سبحانه وتعالى أنه يكون مفيد لهم ربما الأكثر مننا لا يستفدوش من هذا الكلام من اللي كنا شباب ربما ربما الله أعلم علمات تحسنا الفرصة فليه هذة الشباب مضيعوش هذا الفرصة donc لا تغشير لذلك لا تغشير وكيف وكيف يتعلم لذلك لذلك وكيف لذلك تحسنا تحسنا هذة الشباب مثل نهام لذلك انتقال لذلك ونطمئنا يتعلم لذلك وعلم لذلك ايضا لذلك لذلك لا دائم فيهاد هذا وصلا وسلم على نبيكم إن الله تعالى قل تعالى وعمر ربما صلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكة يصرون عن النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي من أمتي صلاة مخلصة من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات فاللهم صلي وسلم وبارك على عردك ورسولك سيدنا سيدنا محمد في كل وقت وحين كما ينبغي لجنابه الكريم وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وارضى اللهم معنا معهم وحين على محبتهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا تيتنا وهب لنا من لدلك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصلح قلوبنا وآتي نفوسنا تقواها أنت وليها ومولاها اللهم يربي زكيها أنت خير من زكاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ ولاد المسلمين وبنات المسلمين والنساء المسلمين اللهم احفظهم من الضياع والفساد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رد بهم وبنا إلى دينك ردا جميلة يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربانينا الصغير اللهم ارحمهم في هذا اليوم المبارك اللهم ارحمهم وجدد عليهم الرحامات يا أرحم الرحيم اللهم إن كانوا محسنين فزيد في إحسانهم وإن كانوا غير ذلك فتجاوز عنهم يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في غزعون ونصير يا رب أعينهم ولا تعين عليهم اللهم أمنهم من كل خوف وعافهم من كل ضعف اللهم احرص بعينك التي لا تنام نسألك يا ربنا أن تجعلهم في حمايتك وعنايتك وحرزك القوين وحسنك الحسين يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدي والإحسان وإيتاء ذي قربة وإنهاء عن الحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعامه يزيدكم والذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم غفر الله لي ولكم